خير الأعمال هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن ذكر الله عز وجل خير الأعمال ذكر صور من الثواب والله عظيمة من تأمله ونظر إليه ووقف مع هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في ألفاظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم خمسة فضاء العظيمة قال الصحابة بلى الصحابة يبحثون عن الخير يبحثون عن الأجر قالوا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تذكر الله عز وجل لك هذه الفضاء العظيمة التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث